اهلا بكوا طلاب وطالبات الصف الاول السنة هنبتدي النهاردة بداية منهج التاريخ اول درس هنتكلم فيه هيكون عن الحضارة والتاريخ وفي البداية هنعمل تمهيد بسيط جدا وهنتكلم عن الانسان البداي الانسان البداي كان بيعيش فوق الهضاب بيقطات السمار يعني بيقطف السمار وكان بيستضي الحيوانات مع مرور الوقت بتدى يكتشف اكتشاف هائل وهو النار وده خلاه يتوصل انه يطهو الطعام ويخاوف الحيوانات ويقدر كمان ينور بالليل بواسطة النار دي مع مرور الوقت بتدى يستقر في الكهوف لكن الطبيعة اجبرته انه يترك الكهوف ويترك كمان الهضاب ويتحول من حياة الاستقرار الى الانتقال فابتدى مع انتقاله الى ضفاف الانهار فابتدى يظهر مفهوم الحضارة وهنقول كمان ازاي انتقلت من مكان الى اخر في البداية يعني ايه اصلا حضارة قبل ما نتكلم عن يعني ايه حضارة لازم نقول ان مع انتقال الانسان البداي وجد ضفاف انهار ومع ضفاف الانهار عرف الزراعة ومع الزراعة عرف الاستقرار وبالتالي ابتدى يبني بيوت وبيت جنب بيت يعمل قرية وقرية جنب قرية ابتدت تعمل مدينة والمدينة تكون اقليم وبالتالي ابتدى يكون حضارة انا ليه قلت الكلام دوت لان منهجنا السنة دي ايم على افكار مش ان انا هاحفظ الموضوع او التعريف زي ما هو كده لا انا لازم اعرف فكرته لان اسئلته هتبقى متغيرة لغويا وهتبقى كمان متغيرة من ناحية الفكرة يعني ممكن يجيب مراضفات يعني يجيب حاجة بنفس المعنى فانا لازم اركز كويس جدا جدا في التعريف واعرف هو مضمونه ايه وبالتالي تعريف في منهجي بيقول ايه بيقول ان الحضارة هي ثمرة اي مجهود يقوم به الانسان يعني ايه يا مستر ثمرة اي مجهود يقوم به الانسان يعني اقصى جهد يقوم به الانسان وافضل طب والانسان ده بيعمل مجهوده وبيبزل طاقته دي فين في الوسط المحيط به اللي هو البيئة يبقى الحضارة ثمرة اي مجهود بيقوم به الانسان نتيجة تفاعله مع بيئته طب هو ليه بيتعب كده عشان يحسن ظروف حياته طيب يحسن ظروف حياته من انا اتجاه قالك من اتجاهين وبعدين الاتجاه الاول هو الاتجاه المادي والاتجاه التاني هو الاتجاه المعنوي يعني يحسن حياته ماديا ومعنوي مستر يعني ايه ماديا ويعني ايه معنوي المادي ببساطة جديدة هو كل ما هو مرئي وملموس ومحسوس يعني ايه يعني حاجة اقدر اشوفها او المسها زي العمارة البناء التشييد الاختراعات طب والمعنوي ده اي حاجة بتخاطب العقل او المشاعر يعني ممكن يبقى علم من العلوم ممكن يبقى ثقافة ممكن يبقى فنون ممكن يبقى ادب اذا علم الجغرافية او علم التاريخ هو معنوي لكن كتاب الجغرافية او كتاب التاريخ فهو مادي طيب وكل الكلام ده بيعملوا ليه ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان حكتين عشان اعمار الارض واقامة الفرض فهنا نقدر نقول ان تعمير الارض هو احدى غايات وجود الانسان يعني ربنا سبحانه وتعالى خالي الانسان عشان خاطر يعمر الارض طب هيعمرها عن طريق الحضار طب والحضار تيجي منين تيجي من المجهود اللي بيبزله في الوسط المحيط بيه اللي هو البيئة وبعد كده هنبتدي نتكلم بقى عن قصة الحضارة نفسها زي ما قلنا تعريف عام وشامل للحضارة وهو صمرة المجهود اللي بيقوم به الانسان نتيجة تفاعله مع بيئاته لتحسين حياته مديا ومعنويا وتعمير الكون فنقدر كمان نتكلم ان في مفهوم للحضارة من وجهة نظر شخص وهو مين وهو ويلد يورانت مين يا مستر ويلد يورانت ويلد يورانت ده مؤرخ وأديب أمريكي قال لي في كتاب مشهور جدا اسمه كتاب قصة الحضارة وتناول فيه فكرة جديدة وموضوع جديد للحضارة قال ان الحضارة هي نظام اجتماعي بيعين الانسان يعني بيساعده نظام الحضارة عبارة عن نظام بيساعد الانسان على انه يزود انتاجه الثقافي يعني ايه؟ يعني كلما الانسان كان اكثر تنظيما وكلما الانسان كان فعال كلما كان انتاجه أفضل وأقيم طيب يعني معنى كده ان هو كان بيركز ويلد يورانت في فكرة الحضارة مش تعمير الكون بيفكر أكتر أو بيركز أكتر على فكرة الناحية الثقافية الناحية الاجتماعية طيب وبيقول كمان في كتابه قصة الحضارة ان هناك علاقة بين الأمن وبين الحضارة يعني ايه؟ يعني لو استقر الأمن ببساطة هيحصل ايه؟ هتنتهي الاضطرابات والقلق والانسان هيتحرر من خوفه وبالتالي هيقدر يبدع ويقدر ينشئ وهيبقى عنده دوافع للتطلع أكتر وبالتالي نبقى نقدر نقول ان احنا اتكلمنا ان هناك علاقة بين الأمن وبين الحضارة بعد كده هنتكلم ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا شعوب وقبائل لعشان نتعارف على الأرض ونتعارف على بعض ونتواصل منذ القدم بمعنى ان كل حضارة بتنشأ بتتبادل مع الأخرى التراص الحضار يعني يا مستر تراص حضارية يعني في حضارة زي الحضارة المصرية القديمة أو العراقية كانت حضارة زراعية لأن ربنا وهابهم الأنهار في حضارات في الصحراء زي حضارة شبه الجزيرة العربية مثلا أو حضارة تضمر في الشام فدي كانت حضارات أيمة على البناء وأيمة على الصناعة مثلا وأيمة على التجارة وبالتالي كل حضارة اختلف مفهومها عن الآخر فكل حضارة ابتدت تتبادل تراصها الحضاري يعني اللي وصلت له عن طريق حكتين الأخذ والعطاء والتأثير والتأثر الأخذ والعطاء يعني هو تبادل مباشر بمعنى إحنا ناخد من بعض وندي لبعض التراص الحضاري بتاعنا أما التأثير والتأثر فهو عن طريق تبادل غير مباشر بمعنى أنا رحت الحضارة دي فشفت اللي عندها الحضارة دي بعتت مبعوث من عندها فشف اللي عند بعد كده هنبتدي نتكلم عن احنا كلمنا عن التبادل وكلمنا عن التأثير والتأثر والأخذ والعطاء لازم نتكلم في ان كل حضارة بتتميز عن الأخرى بإيه كل حضارة بتتميز عن الأخرى بحاجتين بالهوية الثقافية والخصوصية العقائدية يعني ايه بقى هويتها الثقافية هويتها الثقافية يعني اللغة يعني الأدب يعني العادات يعني التقاليد وبكده تبقى كل حضارة مميزة عن الأخرى بالهوية الثقافية بالإضافة إلى العقيدة والدين كمان إن الحضارات هي عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات بمعنى إن الحضارات بتنتقل من مكان إلى آخر فعندي سؤال لحضارتك هنا قبل ما نشرح الجزئية بتاعة اتصال الحلقات دي أو تنقل الحضارات هل الأفضل تواصل الحضارات أم تصروها بديه جدا هتقولي تواصل الحضارات طب ليه؟ تواصل الحضارات حضارتك ده هيؤدي إن كل الحضارة عن الأخرى هتتبادل ترسها الحضاري بالأخذ والعطاء والتأسير والتأسر وتبقى أضافة لها أما تصرع الحضارات ده هيؤدي إلى استنزاف الطاقات وهدم الحضارات وسقوط الدول تعالوا بقى نتكلم عن الجزئية اللي جاية ودي مهمة جدا وهي انتقال الحضارات يا ترى الحضارات أصلا بدأت فين الحضارات بدأت في الشرق القديم بعد كده هتنتقل إلى الغرب زي ما احنا شايفين كده على الخريطة ان انتقال الحضارات ابتدى في الشرق شرق يعني الشرق يعني الحضارة المصرية القديمة الشرق يعني حضارة بلاد النهرين ما بين النهرين اللي هي العراق القديمة ثم تنتقل إلى الغرب الانتقال إلى الغرب هيكون في بلاد الإغريق اللي هي اليونان ثم الرومان بعد كده الحضارة هترجع مرة تانية إلى الشرق وهتستقر ما يقرب من ألف عام حيث الحضارة الإسلامية هتستقر ألف سنة وبعد كده هتنتقل مرة أخرى إلى الحضارة الحديثة اللي هي الأوروبي يبقى مضمنا هنا أو هنتكلم هنا أن الحضارات هتبدأ فين؟ الحضارات العظمى زي مصر والعراق اللي هي بلاد ما بين النهرين بالإضافة إلى الفورس اللي هي بلاد فارس وفنقيا وحضارات الشرق بدأت في الشرق يبقى الحضارات العظمى كانت شرقية ثم اندثرت وانتقلت الحضارات إلى الغرب في اليونان والرومان واليونان هنا بيطلق عليها الحضارة الإغريقي وبعد كده رجعت مرة تانية واستقرت أكتر من ألف عام في الشرق مرة تانية في الحضارة الإسلامية ثم انتقلت إلى الغرب حتى الآن كان استقرارها في الحضارة الغربية الحديثة يبقى الحضارة بدأت في الشرق حيث الحضارات العظمى ثم انتقلت إلى الغرب اليونان والرومان ثم عادت واستقرت ما يقرب من ألف عام على يد الحضارة الإسلامية بعد كده انتقلت إلى الحضارة الغربية الحديثة اللي هي أوروبا واستقرت حتى الآن تعالوا بقى نبتدي نختبر نفسنا بكم سؤال السؤال الأولين يا ترى إيه هي ثمرة أي مجهود بيقوم به الإنسان نتيجة تفاعله مع بيئاته سواء مديا أو معنويا يا ترى الحضارة ولا البيئة ولا التاريخ ولا الظواهر الطبيعية طبعا الحضارة نيجي بقى للسؤال الثاني يا ترى مين المؤرخ اللي وضع تعريف آخر للحضارة بأنه نظام اجتماعي بيعيني الإنسان على زادة إنتاجه الثقافي يا ترى هيريدوت ولا مانيتون ولا ويلديرانت ولا شيشرون طبعا الإجابة هتكون ويلديرانت بالمناسبة هيريدوت ومانيتون دول مؤرخين هيريدوت مؤرخ غريقي ومانيتون مؤرخ مصري وهنستخدمهم في المنهج قد السؤال الثالث الحضارة انتقلت إلى بلاد اليونان والرومان فين؟ الانتقال الثاني ده هيبقى لأي اتجاه يا ترى اتجاه الشرق ولا الشمال ولا الجنوب ولا الغرب نفكر مع بعض الحضارات بدأت في الشرق ثم انتقلت إلى اليونان والرومان فين؟ في الغرب يعني يا مستر التاريخ التاريخ هو علم بيتناول النشاط الإنساني يعني علم بيتكلم عن كل حاجة الإنسان ممكن يعملها طب هل ده في الماضي؟ قالك لأ التاريخ يحصل في الماضي لكن العلم نفسه بيتناول كل الأزمنة وده بيرجع لنا لإيه؟ لفهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل يعني إحنا لو عرفنا حاجة في التاريخ هنقدر نستشرك بالمستقبل ونتوقع إيه ممكن حدوثه تعالوا بقى نتكلم عن أهمية دراسة التاريخ في منهجي أنا عندي أربع أهميات للتاريخ بتبدأ بالأهمية الأولى وهي استخلاص العبر والدروس يعني استخلاص العبر والدروس يعني ممكن إحنا مثلا نتكلم عن معلومات تاريخية في القرآن الكريم وليكن قوم عاد أو ثمود بنعرف إنهما لما كفروا ربنا عزبهم نعرف مثلا نتكلم عن الحضارة المصرية القديمة لما كانت قوية ابتدت تبني وتنشأ وتعمر لكن لما ابتدت تضعف ويحصل فيها تفاكك تعرضت للغزو الخارجي فيبقى التاريخ أول حاجة بيعرفها لنا وهي استخلاص العبر من تاريخ الأمم السابقة طب بالنسبة للشخصيات التاريخ بيبرز لنا القدوة الصالحة من الشخصيات التاريخية يعني أنت قريت عن شخصيات قوي نفسك تبقى زيها قريت مثلا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن هشام فهتبقى نفسك تقتضي بيه يبقى التاريخ من ناحية الأمم والبلدان بيخلينا نستقلص العبر والدروس ومن الشخصيات بتجعلها قدوة صالحة لنا نقتضي بيها والأهمية الثالثة لدراسة التاريخ هي التقليل من حدة التعصب يعني ايه تعصب؟ التعصب يعني هو التحيز لحضارة بعينها طب والتاريخ هيعلمنا ده إزاي؟ التاريخ هيعلمنا ده إن العالم كله ما قامش على حضارة واحدة يعني مش الحضارة الفرعونية مثلا هي اللي عملت التاريخ كله ولا الرومانية ولا الإغريقية ولا عنصر واحد يعني مفيه شخصية بذاتها هي اللي عملت التاريخ فالتاريخ قام أو بيعلمنا إن الحضارة ما قامش على عنصر واحد أو لغة واحدة وده بيخلينا نقدر ندرس كل الحضارات وكل الشخصيات الاهمية الرابعة هي الشعور بالمسؤولية إزاي التاريخ بيخلينا نشعر بالمسؤولية؟ عن طريق حجتين إن إحنا نحافظ على المكتسبات من الأجداد وإن إحنا كمان نحاول نحل مشكلات المجتمع إزاي؟ أجدادنا مثلا سابولنا الأثار فإحنا لازم نحافظ عليها ونرممها يبقى إحنا كده تكلمنا عن دراسة التاريخ كلمنا إن الأهمية الأولى بالنسبة للأمم هي استخلاص العبر الأهمية الثانية بالنسبة للشخصيات بتجعلهم الشخصيات دي قضوة صالحة نحاول نقتضي بها الأهمية الثالثة تقليل من حدة التعصم بتخلينا ندرس كل الحضرات إلى أهمية الرابعة بتخلينا نحافظ على مكتسباتنا ونحل مشكلات بلادنا ومجتمعنا تعالوا بقى تقل إلى مرحلة مهمة جدا جدا وهي العصور التاريخية العصور التاريخية دي جزء مهم جدا فيما نحكي العصور التاريخية حضرتك بتبدأ معايا بإيه؟ العصر التاريخي يبدأ من أول ما الإنسان اخترع الكتابة طب والكتابة تم اختراعها فين؟ الكتابة تم اختراعها في العراق في مدينة اسمها صومر والكلام ده كان سنة 3500 قبل الميلاد يعني في الألف الرابعة قبل الميلاد أول كتابة كانت في التاريخ هي الكتابة المسمارية ليه تسمت بالاسم ده؟ عشان خاطر معظم الحروف بتاعتها كانت شبه المصامير طب إيه فايدة الكتابة بالنسبة للتاريخ؟ بمسافة أول ما الإنسان اخترع الكتابة ابتدى يدون بها أحداثه ويدون بها مظاهر حياته البيع والشراء والحياة اليومية ويدون ومع التدوين والكتابة بدأ التاريخ ومعنى كده ابتدت العصور التاريخية يعني عصور ما قبل اكتشاف الكتابة واختراعها كانت اسمها العصور ما قبل التاريخ تعالوا بقى نتكلم المؤرخين يعني علماء التاريخ قسموا العصور التاريخية إزاي؟ العصور التاريخية تقسمت إلى أربع أقسام القسم الأولاني هو العصور القديمة يبقى احنا هنا بنتكلم عن العصور التاريخية مش قبل التاريخ يعني ما بعد اكتشاف واختراع الكتابة العصور القديمة بدأت سنة 3500 قبل الميلاد يعني الألف الرابعة قبل الميلاد بعد كده هتنتهي العصور القديمة عام 476 ميلادي وتبدأ العصور الوسطى ثم تنتهي العصور الوسطى عام 1453 ودي تبقى بداية العصور الحديثة وباندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914 تنتهي العصور الحديثة ويبدأ التاريخ المعاصر يلا بينا نمسك عصر عصر ونبتدي نشتغل عليه من حيث تفاصيله وملامحه وسماته هنبتدي أولا بالعصور القديمة والعصور القديمة هتبتدي معانا زي ما قلنا باختراع الكتابة واختراع الكتابة كان في أواخر الألف الرابعة قبل الميلاد ونركز على حتة قبل الميلاد هتستمر العصور القديمة معانا لغاية عام 476 ميلاديا المؤرخين يعني علماء التاريخ لما كانوا بيقسموا العصور القديمة ما كانوش بيقسموها اعتباطا كده ولا بالصدفة كانوا بينقوا التاريخ لازم يكون حصل فيه حدث فاصل يغير من شكل العالم وعلى الأساس ده اختار المؤرخون عام 476 ميلادي انه يكون نهاية العصور القديمة وبالتالي بداية العصور الوسطى طيب إيه الحدث الجلل أو التاريخ الفاصل اللي حصل عام 476 ميلاديا هو سقوط الامبراطورية الرومانية الغربية أكبر امبراطورية في الفترة دي كانت بتحكم العالم تعالوا بقى نشوف مع بعض سمات العصور القديمة ايه العصور القديمة هتبدأ بالحضارة الكبرى زي الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد العراق اللي هي بلادنا بين النهرين ودي اتكلمنا عنها في الجزء الأولاني كمان ممكن نضيف هنا في العصور القديمة اكتشاف الكتابة والزراعة اكتشاف النار بناء المعابد والمقابر زي ما هنشوف دلوقتي يعني عند حضاراتكم كده هنشوف الأهرامات في الحضارة المصرية القديمة في برضو التمثيل في الحضارة بلاد العراق القديمة لو جاب لي صورة لأي أثر هتبقى بترجع إلى العصور القديمة يبقى العصور القديمة ظهرت فيها الحضارات الاستقرار الزراعة الكتابة النار بناء المعابد والمقابر تعالوا نتكلم مع بعض على تاني عصر من العصور التاريخية وهي العصور الوسطى هتبدأ معنا العصور الوسطى من نهاية العصور القديمة يعني من عام 476 ميلادي بسقوط الامبراطورية الرومانية وأتفضل مكملة معنا لغاية عام 1453 وهو أن السلطان العثماني محمد الفاتح قدر يستولي على الكسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية وده كان سبب في نهاية العصور الوسطى وهيبقى بداية العصر الذي يليه وهو العصور الحديثة تعالوا نشوف سمات العصور الوسطى العصور الوسطى هنركز فيها في نحية دينية أولا أكتر عصر من العصور الأربعة التاريخية استبغى بالصبغة الدينية هي العصور الوسطى ليه؟ لأن كان فيها ظهور المسيحية بالإضافة كمان إلى ظهور الإسلام وبانتشار المسيحية في أوروبا سيطرت الكنيسة الكاثوليكية على كل نواحي الحياة مصر يعني إيه كنيسة كاثوليكية؟ في المسيحية عندنا عدة مذاهب زي المذهب الكاثوليكي والأرثوزوكس والبروتوستانت في أوروبا أكتر مذهب انتشر كان الكاثوليكي وبالتالي الكنيسة الكاثوليكية هي اللي هتسيطر على كل حاجة في حياة الأوروبيين يعني البابا في أوروبا في العصور الوسطى كان أقوى من الملك نيجي لحاجة التانية وهي في أوروبا برضو ظهور ظاهرة اسمها الإقطاع والإقطاع هنا إن فئة قليلة تمتلك وتستبد إن طبقة النبلاء والفرسان كانوا بيسيطروا على كل الثروات والأراضي الزراعية اللي موجودة في أوروبا ومستخدمين الأفراد العاديين أو الأقل منهم في الطبقات مستخدمينهم كعبيد وأقنان وبالتالي انتشر الجهل والتخلف بسبب ظاهرة الإقطاع في أوروبا يعني نقدر نتكلم عن إن أوروبا في العصور الوسطى كانت فيها سيطرة كنيسة على النظام السياسي وعلى كل نواح الحياة بالإضافة إلى إنها عصور ظلام بسبب ظاهرة الإقطاع ننتقل برضو في العصور الوسطى بظهور الإسلام والإسلام ظهر في الكرن السابع الميلادي ومع ظهور الإسلام ابتدت انتشر الفتوحات الإسلامية ومع انتشار الفتوحات الإسلامية اتسعت الدولة الإسلامية وظهرت الحضارة العربية الإسلامية واللي امتدت من الصين شرقا وحتى الأندلس غربا هنا ممكن يسألني شوية أسئلة وأنا اتفقت معاكو إن النظام الجديد قايم على الأفكار مش الحفظ والتلقي فممكن يسألني سؤال مثلا ويقول ليه الفتح الأموي للأندلس كان في أي عصور تيجي حضرتك تدور دي مش موجودة عندي في المنهج لكن لما تركز قوي هتلاقيها ضمن الفتوحات الإسلامية لأن الدولة الأموية كانت إسلامية وبالتالي تقدر تجاوب عليها إنها من العصور الوسطى عشان أحد ملامحها وأهمها انتشار الفتوحات الإسلامية نبتدي نقسها على كده كل أسئلة ممكن تيجي لو اهتمت بالأفكار هتعرف تجاوب على كل الأسئلة نيجي بقى نشرح العصور التالتة وهي العصور الحديثة العصور الحديثة انت خلاص عرفت يا تارة تبتدي من إمتى أكيد بنهاية العصور الوسطى اللي هو عام 1453 لما السلطان العثماني أو العثمانيين فتحوا القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية هسألك سؤال لو قلتلك قيام الحرب العالمية الأولى عام 1414 هي نهاية العصور الحديثة تبقى بداية أني عصر برافو عليك هتبقى بداية العصور المؤسرة تعالوا نشوف مع بعض سمات العصور الحديثة سمات العصور الحديثة بتتقسم بترتيب بمعنى هنبتدي أول حاجة بحركة الكشوف الجغرافية أو الاكتشافات الجغرافية يعني مثلا أن الأسبان أو البرتغاليين اللي هما كانوا أشتر ناس في ناحية الجغرافية اكتشفوا جزر في المحيطات وبلدان جديدة زي اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح اللي قرب مسافات التجار ده ترتب عليه بعد كده كل ملامح العصور الحديثة يعني لو جاء سأني سؤال وقال لي إيه العنصر المحرك للعصور الحديثة هقوله حركة الكشوف الجغرافية حركة الكشوف الجغرافية لما الأوروبيين وخاصة البرتغاليين والأسبان منهم اكتشفوا بعض الأماكن الجديدة ده خلاهم يحصل عندهم ثورة صناعية الثورة الصناعية يعني تحول كل ما هو يدوي إلى آلي باكتشافات البخار والآلات والكلام ده كله فبقى عندهم دفع قوي إنه هما لما بقى عندهم ثورة صناعية وعندهم انتاج ضخم بقى محتاجين مواد خام طب يجيبوها منين؟ يجيبوها من الأماكن اللي هما اكتشفوها لما جابوا المادة الخام وصنعوها عندهم ابتدوا يتحولوا من عصور الظلام اللي اتكلمنا عنها في العصور الوسطى وقامت عندهم نهضة أوروبية يعني عصور الظلام وعصور الضعف والتأخر في أوروبا كانت في العصور الوسطى عصور التقدم والنهضة والازدهار هتبقى في العصور الحديثة بالإضافة إلى كده كمان ترتب عليهم حركة الاستعمار لما اكتشفوا مكان جديد احتاجوا المواد خام واحتاجوا الأسواق يبيعوا فيها منتجاتهم نهضوا وكمان بقوا عايزين يسيطروا على الأماكن اللي هما بيجيبوا منها المادة الخام ويبيعوا فيها وبالتالي ظهرت حركة الاستعمار الأوروبي إن الأوروبيين بقى عندهم دافع قوي إنه هما يستعماروا قرات زي أسيا وأفريقيا عشان خاطروا هما مصدر المواد الخام وتبقى أسواق لبيع منتجاتهم نتيجة النهضة الأوروبية يبقى لو ركزنا هنا في العصور الحديثة وملامحها هنلاقي إن العنصر المحرك للعصور الحديثة كلها هي الكشفات الجغرافية والنتيجة لكل الملامح هي الاستعمار الأوروبي تعالوا بقى نتكلم عن آخر عصر من العصور التاريخية وهو التاريخ المعاصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي يا ترى هيبتدي من إمتى؟ تمام هيبتدي من قيام الحرب العالمية الأولى 1914 اللي هي نهاية التاريخ الحديث ومستقر لغاية الآن يعني إحنا حاليا عايشين في التاريخ المعاصر الملامح بتاعت التاريخ المعاصر لها وجهين هي ملامح كتيرة بس لها إيجابيات وسلبيات ومن مميزات ملامح التاريخ المعاصر وإيجابياته علاج لبعض المشكلات اللي ظهرت في التاريخ الحديث بمعنى في التاريخ الحديث ظهرت حركات الاستعمار لكن في التاريخ المعاصر كان علاج لها التحرر والاستقلال من الاستعمار يعني ممكن مثلاً الإنجليز يحتلوا مصر أو يحتلوا السودان في التاريخ الحديث علاجه إن المصريين والسودانيين هيتردوا ويعملوا جلاء للاحتلال البريطاني أو الإنجليزي عن مصر والسودان يبقى ظهور حركات التحرر والاستقلال هتكون في التاريخ المعاصر أما الاستعمار نفس والاحتلال هيبقى في التاريخ الحديث هي كمان عندي حصل في التاريخ الحديث عندي ثورة صناعية يعني في الصناعة بس تتحول كل ما هو يدوي إلى آلي لكن في التاريخ المعاصر من إيجابيات والعظمة أنه في ثورة معلوماتية تكنولوجية تقدم اتصال انترنت اختراعات بالإضافة كمان في التاريخ الحديث كان عندي مجرد كشوف جغرافية لكن هنا كشوف فضائية هبوط الإنسان على سطح القمر اكتشاف النجوم والكواكب ده بالنسبة للإيجابيات والمميزات اللي موجودة في التاريخ المعاصر لكن من سلبيات ومساوئ التاريخ المعاصر هنقدر نختزلها في عنصرين العنصر الأولاني هي الحروب العالمية المدمرة للبشرية زي الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية التانية كمان نقدر نتكلم عن تفشي الأمراض الخطيرة وتلوس البيئة ولو ركزنا هنلاقي ده نتيجة للثورة المعلوماتية والتكنولوجية ممكن يعمل لي ربط يقول لي تفشي الأمراض وتلوس البيئة نتيجة إيه؟ نتيجة إيجابية يعني ممكن السلبية تخرج من إيجابية ممكن يسألني سؤال كربط بالأحداث الجارية وعايزني أفكر فيه وانت هتقول السؤال ده مش عندي في المنهج ممكن يجي يسألك سؤال زي ظهور أمراض زي السرطان أو كورونا مثلا ده ملمح من ملامح آني عصر يطر القديم ولا الوسطى ولا الحديثة ولا المعاصرة هتقعد تفكر ومش عندي في المنهج فكر معاي ها لما قالك تفشي الأمراض الخطيرة وتلوس البيئة دي من آني ملامح ملامح التاريخ المعاصر يبقى ظهور بعض الأمراض دي في التاريخ المعاصر وبكده نكون وصلنا لآخر نقطة في الجزئية اللي تخص العصور التاريخية تعالوا نتضرب على مجموعة أسئلة كده سريعة السؤال الأول يطرح حركة الكشوف الجغرافية وخلي بالك هو ممكن يشيل كلمة أو جملة الكشوف الجغرافية ويحط لك مثال زي اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح أو اكتشاف أي ماضيك أو جزيرة هي نفس المعنى يلا حركة الكشوف الجغرافية وأمثلتها من سمة أني عصور احنا قلنا أنها العنصر المحرك للعصور الحديثة السؤال الثاني نظام الإقطاع وانتشار الجهل والتخلف من سمة أني عصور لما شرحناها مع بعض احنا قلنا الصبغة الدينية والإقطاع من سمات العصور الوسطى السؤال الأخينا عندي ايه العصر اللي تماز باكتشاف الزراعة اتفقنا أن زراعة اكتشاف نار اكتشاف كتابة حضارات بناء تشييد مقابر معابد هتبقى أول عصر اللي هو الأطول زمنا وهي القديمة وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا درس الحضارة والتاريخ وإلى اللقاء في درس جديد